موسيقى اهلا بحضراتكم من جديد في الاهل ديلا ولسا مكملين معاكم اخر الاخبار الموجودة قبل الفاصل قلت لحضراتكم خبر على محمد صلاح انه بينافس 14 لاعب للدخول في التشكيل المثالي للفيفا يمكن ابرز اللعيبة اللي موجودة او اهم اللعيبة اللي موجودة اكيد معظم الجمهور متابع الاسامي اكيد اسامي لا يمكن تخرج من تشكيل افضل 11 لكن هم 14 لاعب لحمد صلاح 15 اسامي صعب جدا ان احنا نخرج اربع لعيبة منها لكن يعني كالعادة هو ده حال كرة القدم ويبقى في الاخر الافضل موجود طيب قبل ما نروح لخرج صلاح ايضا همطير تاني للنادي الاهلي للزميل العزيز مرسلنا في نادي الاهلي احمد كوان علشان هيكون معه الاستاذ طارق انجيل علشان نتكلم معه في بعض الامور الخاصة بلايحة النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيكون تصويت عليها يوم 28 احمد برحب بيك من جديد الاخبار اللي داخل النادي الاهلي من تدريبات وايضا اعتماد تعديلات اللائحة فمشكرك شكرا جزيلا ودائما موجود معنا على شاشة قناة النادي الاهلي لسا نكملين مع حضراتكم في خبر محمد صلاح لكل ما نتكلم فيه نطلع للتقرير لكن هقول لحضراتكم سريعا ابرز الاسماء الموجودة لاختيار افضل 11 لاعب في عام 2018 ده من قبل الاتحاد الدولي لكلت وقدم لتسليم جائزة أفضل 3 لعيبة في العالم مودرتش ورونالد ومحمد صلاح لكن لو نتكلم على اللعيبة نتكلم طبعا على جريزمان وإنبابي من منتخب فرنسا كريم بنزيمة اللي مش موجود مع المنتخب لكنه متقلق مع نادي الريال المدريدة وبالتالي هو من ضمن الاسماء المطروحة في قائمة أفضل 11 لاعب وكافاني ولويس وارز أما من بلجيكا لوكاكو وطبعا منزو كيتشمين كرواتيا وميسي وديبالا يعني أنا بالنسبة لي لبالا أكيد طبعا بعد مستوى المميز في وانتس أكيد طبعا واحد من اللعيبة المرشحة بقوة لكن مع منتخب الأرجنتين موضوع ماشي معاه بشكل سيء جدا وحظ وحش جدا مع منتخب الأرجنتين حتى بعد غياب ليونال ميسي عن المنتخب في السطرة الأخيرة حتى كمان لما مش بيكون موجود لبالا موجود على مقاعد البودلاء وليباندوفسكي وهاريكين ونيمار نيمار طبعا يعني ما اعتقدش يعني مش عارف هل هيتم اختيار نيمار نيمار كان قد فترة طويلة جدا مصاب ما قدرش أن يكمل الموسم بعد مباراة ريال مدريد في الدورة أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان تولورا 16 كمان أداءه ما كانش جايز مع المنتخب البرازيلي لكن هنشوف اختيارات الفيفا ورونالدو وساديو ماني أما حراس المرمى فيه خمس حراس مرمى أكيد هيتم اختيار أفضل حارس منهم اتنين من ريال مدريد المنطق الحديثا من شلسي كورتوة ونباس الحارس الأساسي لفريق ريال مدريد أما اللقب اللي هيتم ان شاء الله يعني يكون نصير محمد صلاح أكيد كل شيء ممكن لكن وصول محمد صلاح ليه يعني أفضل ثلاث لعيبة في العالم ده إنجاز ما كناش نحلم بيه ما كناش نبقى عايشين ولا موابودين ولا اللحظة دي كنا نحلم بيه أن يكون لعب مصري عربي موجود ضمن أفضل ثلاث لعيبة في العالم محمد صلاح طبعا ورونالدو ومودريتش معنا تقرير من سيادة السفير الفرنسي بالقاهرة علشان يقول رأيه في وجود محمد صلاح ضمن أفضل ثلاث لعيبة وكمان إيه فرصه في التتويج باللقب هنروح ونشوف ونتابع التقدي ونرجع نكمل مع حضراتكم شكرا جزيلا أولا أنا سعيدا جدا بحديثي معكم على قناة الأهلي اليوم نروح لأرعة دور الأبوار التمهيدية التلاثة لبطول التكاس مصر جريت اليوم الاثنين كان فيه أرعة اليوم خاصة بكاس مصر أرعة الأبوار التمهيدية المتبقية لبطول كاس مصر هذا الموسم علشان يتم تحديد أربعتاشر فريق ينضموا إلى فرق الدولي المنتاز التمنتاشر علشان يشكلوا مع بعض اتنين وثلاثين للبطولة وطبعا الأدوار التمهيدية شارك فيها مية واثناشر فريق من أنضيف الأقسام التاني والتالت الرابع لعبه ستة وخمسين مباراة بنظام خروج الخاسر وطبعا اللي فازه لعبه تمانية وعشرين مباراة لتحديد أطراف الأربعتاشر مباراة في دور التمهيدي الأخير يقول لي هيحدد نتيجها الأربعتاشر فريق دخص بأرعة كاس مصر نرجع تاني لمحمد صلاح محمد صلاح غادر صباح اليوم من القاهرة متاجه إلى إنجلترا علشان ينضم إلى نادي ليفر بول والاستعداد أو في الدوري الإنجليزي طبعا جمهوري القرى دايما الفيفا ديتس بنسبالله بتكون أزمك جيرة جدا بنتحارم من دوريات قوية جدا بنتحارم من الدوري الأسباني والإطاري والإنجليزي بنسبالله متعة فرجتنا على دوريات أحلى بكتير من الفيفا ديتس لكن هو ده حال كرة الخدمة ديكون فيه واجب وطني في بعض الأيام اللي بيشارك فيها كل المنتخبات طبعا محمد صلاح مش بيتأخر عن وجوده مع المنتخب مصر محمد صلاح سافر الصبح كمان اللحق بيه كل لعبتنا المحترفين يعني محمد صلاح هو اللي لحق طائرة الصبح بعد كده سافر بعد الطيارة اللي بعدها طول المحمدي وحجازي وكان لمضان صبح طبعا موجود في القاهرة كان عنده إصابة اللي منعته من الانضمام إلى منتخب مصر لكنه سافر علشان يكمل علاجه مع فريق هادس في انجلترا أكيد طبعا يعني كل لعبتنا في الدوري الإنجليزي بنا تمنى لهم التوفيق وأكيد طبعا محمد النني اللي شارك مع منتخب مصر أحرز الهدف السادس يعني أكيد مباراة كانت كويسة في صالح محمد النني مش بيشارك مع فريق آرسنال ما عندهش فرصة إن هو يسبب ذاته كان موجود مع منتخب مصر شفنا بعد بقى إيه يعني مستر أجاري غير بعض شكل الهجومي للعيبة منتخب مصر شفنا منه بشكل جدير شفنا بيسجل أهداف بيهاجم بيشوت كان قبل كده موضوع شوت عدينا صعب جدا كانش في حد بيشوت كان نادرا لما كنا بنروح دكورة بالجون لكن ست هداف عفقد يعني نتيجة طيبة الجمهور عنده رأيين رأيي بيقول لسه بدي عشان نحكم على مستر أجاري ورأيي التاني بيقول لا ده شكل مقبول لمنتخب مصر وإحنا متفاعلين أنا بأيدي رأيي الأول طبعا لكن الرأي التاني أكيد متفق يعني أكيد متفق مع بعض الشيء لكن نتبصد بمباراة المايجر نتبصد بست هداف يعني من فترة طويلة جدا منتخب مصر نفسش بمباراة ستة صف كمان عندنا يعني تصفيات طويلة جدا بأيدي مباراة تونس هي اللي هتكون الحاسم الأكبر لمستر أجاري مع منتخب مصر دايما خلينا متفاعلين يعني نفرح باللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي ستتصرف في خلاص نفرح بيهم منتخب مصر قدر بشكل جاي جدا تغيير الدماء اللي موجودة الاحتماد على معدل أعمار سني صغير وهربط موضوع ربط الأعمار بوجود أحمد فتحي من عدمه في المنتخب الفترة اللي جاي في كلام كتير اتقال على لسان مستر أجاري وعلى لسان كابتن هاني رمزي ان احمد فتحي مش هيتم من اعتماد عليه في الفترة القادمة الكلام ده كابتن هاني رمزي نفاه تماما وقال ان بالعكس احمد فتحي هو في الصورة بشكل كبير بيلعب معنات لالي بشكل احساسي كابتن منتخب مصر يعني دايما كرة القدم اكيد زي ما السن ليه علاقة وليه دور لكن المجهود داخل الملعب هو الفايصل مديني المديني المديني الفاني ممكن يقول لي انت عندك تلاتين سنة لكن مجهودك البدني قال ممكن لعب تاني يكون عنده 34 سنة 35 سنة لكن المجهود داخل الملعب يعني جبار هناخد على سبيل المثال مثلا بعيد شوية لكن هو هنربطه بموضوع السن نتكلم على رونالدو رونالدو 33 سنة ماشي في 34 سنة بينتقل من ريال مديني الى نادي رمزي ينتقل من نادي قوي لنادي قوي علشان يبدأ مسيبة جديدة علشان يبدأ تحطيم ارقام قياسية جديدة وبالتالي كابتن هنري رمزي قال ان احمد فتح في الصورة ومن القوام الاساسي دي المنتخب فيه تصريحات منتخب مصر لامم اصدقية بالكاميرون 2019 لكنه كمان كان فيه تصريح خاص لعبد الشافي او الكابتن محمد عبد الشافي ان هو بعيد تماما عن صورة المنتخب في الفترة القادمة لكن كل شيء وارد لكن انا بربط لحضراتكم عامل السن ده وجود احمد فتحي احمد فتحي بسم الله ان شاء الله كلنا شخناه في المباراة الاخيرة الافريقية يعني بيمينه بيلعب بشماله بيلعب نصر ملعب بيلعب بكراي بيلعب السجد بيلعب اي مركز جيدة موجود فيه اكيد طبعا احمد فتحي واحد من القوة ضربة للمنتخب الوقت علي غزال لاعب منتخب مصر لم اتوقع العودة للمنتخب واجر يحقق لي حلم علي غزال مش هتكلم مع حضراتكم سريعا في كل الكلام اللي قالوا لكن هتكلم معاكم يعني يعني كلاعب كرة قدم سابع وعندي بعض الرؤية اللي موجودة فيه تجربة علي غزال علي غزال لاعب عنده يعني يعني لاعب عنده امن لاعب مش بيستسلم بسهولة موجود لحد الوقت وبيعاسر وبيشارك سواء في الصين سواء في الدوري البرتوغالي سواء في امريكا رجل بيلعب بشكل اساسي رجل تم اعادة توظيف يعني انا ممكن اشوف لعب كرة قدم بيلعب مساك على سبيل المثال انا تكون عندي نظرة ان اللاعب ده لو موجود في المركز ده مع منتخب بلاده هيبقى احسن كتير من المركز اللي بيلعب دي او بيلعب فيه مع نبيه وده اللي عمله مستر اجاري مستر اجاري شايف ان علي غزال في الفترة الاخيرة ان هو بيلعب نص الملعب مع فريق طبعا علي غزال بيلعب مساك بعيد تماما كل البعد عن ان هو يكون موجود اصلا مع قيمة المنتخب على انه ان انا اجيبه واستدعيه وديله فرصة واثق فيه ويقدم يعني مستوى الشكل رائع جدا 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 ده اللي علي غزال عمله عمل سا جاري وكيد طبعا هو فرحان جدا ومبسوط جدا ومكانش يتوقع ولا حد يتوقع لو سألت اي حد مين اللعيبة اللي ممكن تكون موجودة في قيمة المنتخب مصر لا يمكن حد يقول علي غزال مش بقول كده عشان خاطر امكانيات ولا قدرات لا احنا دايما يعني اتعودنا ان معظم المدربين اللي بيكونوا موجودين بيعتمدوا على السماع وبيشوف اللعيبة اللي ما كانت موجودة قبل كده لكن مستوى لجاري وكيد طبعا رامسي بصراحة عجبوني جدا ان هما استدعوا اكبر قدر ممكن من اللعيبة اللي ماخدتش فرصتها قبل كده سين الشاحات ووجوده مع المنتخب ايضا ان هو شارك في جزء من مباراة ماجر فده بنسبع علي غزال انا شايف انها تجربة مهمة جدا جدا المباراة يعني اعادت علي غزال من جديد مع منتخب مصر وان شاء الله انا شايف ان هو في المركز اللي مصر اجاجي حطه في ده هيقدم مستوى رائع جدا الفترة القادمة اهم شيء في لاعب كرة القدم نفسيته لو نفسيته المدرب عارف يتعامل معاه بشكل جيد جدا وراع جدا هيعرف تطلع كل الامكانيات اللي عنده شاخ المستطيلة اللي اخبر شوف للمحمد صلاح في كاس العالم ما كانش بيتحكم بيجيب هدفه ما كانش بيحتفل لكنه مع منتخب مصر في الفترة الاخيرة في مباراة النجر تحديدا لا اعادت الابتسامة من جديد عجبني جدا اللقطة طيبة جدا من مستر اجاري لما او مستر اجاري لما محمد صلاح رقل الجزاء الاولى اصر على ان هو يسدد رقل الجزاء التانية فده دليل واضح جدا ان هو فاهم نفسية اللعب المصر يعني يعني مش هربط قوي لكن دايما المكسيك وامريكا الشمالية البرازيل يعني وطبعا البرتغال بما يتكلمه نفس لغة البرازيل شوية قريبين لنا يعني انا بحيس دايما ان البرتغال عشان كده دايما يعني اكتر المداربين اللي بنجاحوا في مصر هم البرتغال يعني سواء اهلي او زماية فعشان كده يعني انا بعتبر ان المكسيك واحدا من المدارس اللي زي البرتغال وزي البرازيل فبالتالي هم قريبين لعب كرة بيعتمد على الكرة اكتر من العامل البدري فبالتالي شفنا مستر اجاري بيتعامل زي مع لعيد المنتخب مصر كعامل نفسي طيب لسا مكملين معاكو باقي الاخبار يعني عايزين نحاول لما لحضر لكم اخر الاخبار اللي موجودة معنا ان ريال مادريد بيفاود خسيه لويس مدافع منتخب ارجوي واللي عنده عشرين سنة طبعا اللاعب بيلعب فيه الجوري الارجوياني وبيحاول ريال مادريد ان هو هتعقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة لكن كلنا عارفين ان كرة وخدم الاسماء اللي موجودة حاليا مش اسماء تقيلة الاسماء والمواهب بدأ اتقل فبدأ باشرونة وريال مادريد ومنشستر ويونايتد والسيتي ليفر بول كله يبدأ يبص على المواهب فين المواهب اللي موجودة طابل عشرين سنة والتمانتونشر سنة حتى لو نشتريتهم حتى لو نتعقدت معهم ممكن يكونوا موجودين ممكن يشاركوا مع الفريق الثاني علشان يتم يعني تجانس اللاعبة مع الدوريات الأوروبية طبعا بيبقى موضوع مختلف المشاركة في دوريات أمريكا الجنوبية والشمالية بنتكلم على الأمريكتين وأوروبا الموضوع مختلف تماما مختلف في الاحتفاك مختلف في حتى بنتكلم على عنصر اللعب السرعة القوة المهارة كل شيء مكتمل في أوروبا عشان كده كله بيطمح في اللعب لأوروبا لكن زي ما قلت لحضراتكم رودريجز لعب 51 مباراة بسينا ما شاء الله يعني 51 مباراة في اللعب عنده 20 سنة مع فريقه فده رقم كبير جدا جدا تماما أكتر من نادي بيحاولوا أن هم يخشوا مع فريق ريال مدريد علشان يفوضوا خسيه ليوث لكن هنشوف في الأخر مين اللي هيقدر أنه يفوز بخدمات اللاعب في فترة الانتقالات سواء الشتوية القادمة أو الفنسية اللي بعد القادمة إن شاء الله طيب طبعا كلنا عارفين دوري أمم الأوروبية كنت اتكلمت اللي تابع معنا إمبارح فقرة الكرة العالمية على موظم الصح في الإطلاق تتكلم في عنوان إما بناء المنتخب الإطالي من جديد أو إما الغرق باللفز كانت هو ده العنوان في كوريري ديليس بوش الإطالية وقلنا ان احتمال منشيني غير على الأقل خمس ست لعبين موجودين في التشكيلة الأساسية والرئيسية للمنتخب الإطالي طبعا إمابيلي لاعب لاتسيو والمهاجم هداف الدولي الإطالي أبرد دا كان من أبرد الأسماء المفروض تكون موجودة في تشكيلة منتخب إطاليا أمام المنتخب الفيرتغالي يورنالدو في مواجهة إطاليا مواجهة تكون قوية جدا جدا لكن يعني على سبيل كلامي على سبيل المثال استبعاد بلوتالي أيضا دا كان من ضمن الأسماء اللي كانت يعني خلص واضح جدا للجمهور واضح جدا لمنشين ان هو هيسابع بلوتالي بعد ما اعطله فصة وما كانش كالعادة على قدر المسؤولية وبالتالي ماريو بلوتالي بيتم استبعاده من قائمة إطاليا لكن برضو هو موضوع غريب انت بتستطيع لعب على شان يكون موجود وعارف ان اللعب بتعمل شاكل عارف ان اللعب ممكن يكون مش في مستوى في نفس الوقت كمان انت بعد المباراة بتحط برق قائمة خالص في الموضوع اكيد يعني كان في غموض بعض الشيء طيب هنروح طبعا لتقرير مع الأستاذ يشام حطب رئيس اللجنة الأولينبية المصرية وبعدها هيكون مع حضركم كابتن خالد العوبي في فقرة الألعاب الأخرى نروح للتقرير وبعدها كابتن خالد يكون مع حضركم ان شاء الله